في سياق آخر تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتباعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 691 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 896 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 158 طن كما تم ضبط 57 طن أسمنت وحديد تسليح في مجالي الحجب والبيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء وفي مجالي حجب الأرز الشعير والأرز الأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط قرابة 636 طن كما تم ضبط قرابة 103 أطنان في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 925 قضية من بينها 226 قضية خبز نقص الوزن و254 قضية خبز غير مطابق للمواصفات اشتركوا في القناة